سيادة نقيب العام نقيب الماضي ونقيب الحاضر ونقيب المستقبل بإذن الله السادة أعضاء المجلس الكرام أشكركم جميعا على هذه الفترة الجميلة وبصراحة سادة النقيب له فضل علي شخصيا في إعلان النتية بعد نعود النتية في لوكسرق بالنجاح وفجد في النقابة العامة لم يدرج اسم ضمن الناجحين وتم التواصل مع لجنة المشرفة عن الانتخابات وقال لي خلاص النتية تعلنت وعمل طعنه كده معنى عمل طعن كنت عشت الحياة كتتدورة خلصة وكنتش دخلت المجلس يعني وبصراحة رحت للنقيب العام وشرحت له موقف وكانت عنده فكرة بصراحة وقال لي ممدو حوعدك لو اللجنة ما ياتش وغيرت النتية أنهى غيرهاك شخصيا فدي طبعا له فضل بعض الله سبحانه وتعالى علي وفي رقبتي فأنا بأقول حاجة حضرتكم حاجتين أولا عايزين نفصل معركة النقيب العام في الانتخابات والمعركة ما باقي أعضاء المجلس الزملاء الكل يكون يعني الاحترام والتقدير للنقيب العام وارد طبعا الثمانية وعشرين الله واعلم مين حياجة ومين مش حياجي دي مش يعني ايه دي كله في علم الغير وعشان نجتمع دي سنة اللي يعني سنة الله في الكون سنة الخلاف أمر طبيعي لكن يعنينا أمر واحد إن احنا معركة النقيب كلنا ستة وخمسين مع سنة النقيب العام النقطة التانية نتعامل فيما بيننا على سنة الخلاف في الكون سنة الاختلاف نحفظ الجميل للبعض الكل من يعني جميع الأعضاء كله من حقه الترشح من حقه يقول برنامجه من حقه يقول حاجة سيد كمال تمام ولكن في الاخر من الاخر مش عايزين نعض ببعض مش عايزين سوري في اللفظ إنه ممكن واحد يقول على زميله في المجلس كذا أو كان كذا عايزين نتعلم أدب الخلاف والرقي في التعامل واللي نصيب في المجلس حياجي ده حاجة كتبة بدري عند ربنا سبحانه وتعالى إحنا ما هي إلا أسباب بناخد بيها تمنيتي بالتوفيق لسيد النقيب العام إن شاء الله ويكون نقيب عشرين عشرين وللسادة الأعضاء وإن شاء الله نجتمع بكم دايما على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر